السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا أنواع القراءة في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي فأحضر كتابي وأقلامي الرصاص دفتري ألواني مساحتي وبرايتي أحضر جميع أغراضي كذلك أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا كذلك أتابع درسي حتى نهايته حتى أفهم وأستوعبه جيدا في درسنا أنواع القراءة لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على القراءة الصامتة والجهرية كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يسمي الطالب والطالبة أنواع القراءة الصامتة والجهرية أما ثانيا أن يقرأ الطالب والطالبة الجملة قراءة جهرية وثالثا أن يقرأ الطالب والطالبة الجملة قراءة صامتة أنواع القراءة هناك نوعان للقراءة دعونا نتعرف على النوع الأول النوع الأول هو القراءة الجهرية هذا هو النوع الأول من أنواع القراءة كذلك لدينا القراءة الصامتة هذا هو النوع الثاني من أنواع القراءة ولكن ماذا نعني بالقراءة الجهرية؟ وماذا نعني بالقراءة الصامتة؟ هيا نرى القراءة الجهرية تكون بصوت واضح صوت واضح ومسموع يسمعه من حولي هذه هي القراءة الجهرية صوتي مرتفع يستمع إلي من حولي كما فعلت نورة في إذاعة الصباح كانت تقرأ الموضوع في إذاعة الصباح وكانت الطالبات يستمعن لها قرأت نورة الموضوع قراءة جهرية أي بصوت واضح مسموع هذا هو معنى القراءة الجهرية ولكن ماذا نعني بالقراءة الصامتة؟ هيا نرى القراءة الصامتة تكون دون صوت واضح مسموع أقرأ بعيني كما فعلت صديقتنا نورة حينما ذهبت إلى المكتبة فقرأت قراءة صامتة دون صوت واضح مسموع حتى لا تزعج القراءة في المكتبة هذا هو النوع الثاني إذن لدينا أولا القراءة الجهرية بصوت واضح مسموع ولدينا ثانيا القراءة الصامتة دون صوت واضح مسموع هيا نقرأ ماذا سوف نقرأ؟ سوف نقرأ قراءة جهرية أي بصوت واضح مسموع موضوعنا هو نظافة الأسنان نظافة الأسنان هيا نقرأ قصتنا ونتعرف عليها بصوت واضح مسموع أي بقراءة جهرية هيا نقرأ نهض فواز من فراشه وصرخ متألما استيقظ فواز من فراشه ونهض من فراشه واستيقظ من نومه ولكنه كان متألما لماذا؟ هيا نكمل أيضا قراءة جهرية بصوت واضح مسموع ولكن رددوا معي بداية القصة رددوها بصوت واضح مسموع قراءة جهرية هيا اقرأوها من بعدي نهض أحسنتم فواز رائع من فراشه ممتاز وصرخ رائع متألما جميل جدا قرأناها قراءة جهرية نهض فواز من فراشه وصرخ متألما لماذا؟ هيا نكمل القصة درسي يؤلمني هذا ما قاله فواز إن درسه يؤلمه إذن قال فواز درسي يؤلمني هيا اقرأوا القصة من بعدي قراءة جهرية أي بصوت واضح مسموع ماذا قال فواز؟ قال درسي يؤلمني هيا رددوها درسي رائع يؤلمني أحسنتم هيا نكمل القصة ماذا حصل بعد ذلك؟ نقرأها قراءة جهرية أي أحسنتم رائع بصوت واضح مسموع هيا نكمل حضر الأب وأخذه إلى طبيب الأسنان حضر والد فواز وأخذ فواز إلى طبيب الأسنان إذن حضر الأب وأخذه إلى طبيب الأسنان هيا اقرأوا القصة من بعدي قراءة جهرية صوتكم واضح ومسموع حضر رائع الأب ممتاز وأخذه أحسنتم إلى جميل جدا طبيبي الأسنان رائع جدا هيا نرى ماذا حصل بعد ذلك نكمل القصة ونقرأها قراءة جهرية بصوت رائع بصوت واضح مسموع نظف الطبيب الدرس وعالجه ثم قال ماذا فعل الطبيب نظف درس فواز وعالجه هذا ما فعله الطبيب هيا اقرأوها قراءة جهرية نظف رائع الطبيب أحسنتم الدرس وعالجه أحسنتم ثم قال جميل جدا ماذا قال الطبيب هيا نقرأ ولكن رائع قراءة جهرية أي ماذا نعني بقراءة جهرية أحسنتم بصوت واضح مسموع هيا نكمل قال الطبيب يا فواز الاكثار من الحلوى يضر الأسنان أخبر الطبيب فواز أن الاكثار من الحلوى يضر الأسنان إذن يجب علينا ألا نكثر من الحلوى ونحرص دائما على تنظيف أسناننا بالفرشات والمعجون حتى نحافظ على أسناننا سليمة وقوية هيا اقرأوها قراءة جهرية يا فواز الاكثار من الحلوى رائع يضر الأسنان رائع جدا هذا ما حدث لفواز هذه قصتنا قرأناها قراءة جهرية لدي الآن نشاط قصير لدي قصة جميلة أيضا سوف نقرأها قراءة جهرية أي بصوت واضح مسموع قصتنا هي سعاد تصنع ثوبا دعونا نقرأ سعاد تصنع ثوبا هيا نفتح القصة الصفحة الأولى ذهبت سعاد إلى السوق أين ذهبت سعاد رائع إلى السوق أحسنتم قرأت القصة عليكم قراءة جهرية أي صوتي واضح مسموعا لكم ذهبت سعاد إلى السوق ماذا حصل بعد أن ذهبت سعاد إلى السوق اشترت سعاد خيوطا من الصوف اشترت خيوط من الصوف هذا ما اشترته سعاد هيا نكمل القصة قراءة جهرية تستمع لصوتي فأنا أقرأها قراءة جهرية حاكت سعاد ثوبا من الصوف ما أجمل الثوب الذي حاكته سعاد حاكته باستخدام خيوط الصوف هيا نكمل القصة ونقرأها قراءة جهرية ماذا حصل بعد ذلك؟ أهدت سعادنا الثوبة لأختها نورة قدمت سعادنا الثوبة لأختها الصغيرة نورة هذه كانت قصتنا عن سعاد تصنع ثوبا قرأتها لكم قراءة جهرية فكان صوتي واضحا مسموعا لكم هيا نكمل لدي في الأخير توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدة الطالب والطالبة على نقل أثر ما تعلمه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيره بما تعلمه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رجا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته